يلا بينا نكمل السلسلة بتاعتنا بتاعت البدجتينج او وضع ميسانية انا رأيب المؤمن جدا انه ما يفعش تخش في علم غير لما تكون عارف اهم المصطلحات فيه يلا بينا نتعرف عليهم حمدالله على السلام انت في مكان الصح حمدالله على السلامة انت مع اويرجرام بساء الخير انا اسمي مراو مختار بزنس ترينر ان كونسلتن وزي ما كنت قالوك قبل الانترو انا مؤمن جدا ان كل علم لازم قبل ما تخشه تكون فيه شوية مصطلحات لابد تكون عندك مش بس عندك ده انت مقتنع بيها وفهمها وفهم تطبيقها عشان كده كل الشهادات الكبيرة يعنيها دلوقتي لسه داخل تاني في البيزنس كنتينوتي وكده فلقيتوا في الاول عمل او شوية مصطلحات افرد تكون عارفها في الاول المصطلحات دي انت لو ما قريتاش من الاول وفهمتها ريتك الكتاب هتبقى اصعب كتير قوي عليك طيب احنا بنتكلم في البيزنينج بنتكلم في وضع ميزانية هل في مصطلحات لازم حضرتك تكون عارفها قبل ما نتكلم اه لازم طب واحد واحدة بس مراوان انت المرة اللي فاتت كلمتلك اصلا في البيزنينج او في وضع ميزانية للمشروع طبعا انتو خلاص دلوقتي انتو عارفين انه في فرق بين المشروع ومشروع بالعربي في فرق بين وفرق بين او بيزنس او في فرق بين مشروع حاجة زي مشروع تطوير المكان عندنا في المصنع ده هيبدأ ويخلص وليه بداية ولنهاية لكن في حاجة اسمها انا رجل فاتح مشروع الكلمتين بالعربي بيتقالوا مشروع لكن احنا فاسعفنا بالانجلش لفي فرق بين الاوبروجيك ويوريشن لو تفتضب كل مرة اللي فات كنا تكلمنا عن البروجيك بودجانج المرةدي احنا جايه نبدأ كلامنا عن الاوبريشنز بودجينج عشان كدة المصطلحات اللهم رادي كلها هتقص الاوبريشنز بوجيتينج مش البروجيك بودجانج طيب هل الموضوع مستهل كل الفيلم دا? اه. الامر كبيرة جدا كل ما حجم الشيك الكبر كل ما الموضوع صعب بي ذوي فا الموضوع مستهل. تم فيه كم مصطلح مفروض نكون عارفهم عشرة. نبدأ بأسهلهم. يعني ايه بوجت? اصلا. يعني سهلة. دي مفروض احنا عارفينها اصلا من البروجيكت بوجت او عارفينها من اي نوع من اي نوع البوجت. بوجت هي ميزانية. الميزانية دي توقعات للكاش ان. كاش اوت. للفروس اللي داخل البيزنس. الفترة اللي جاية. ممكن تعمل سنة ممكن تعمل اتنين وممكن تعمل تلاتة. صح. بسم الله ما شاء الله عليكم. الله ينور. سؤالي انا اشتغلت اصلا في البيزنس من 2015. ما حضرتش مقبل 2011. بس الحمد لله الواحد في خلال خبرته اتعرف على استشارين اكتر منه خبرة والناس قاعدوا معي. فانا بتكلم مع حد فيهم فبقول له والله دي لما باجي عمل بزنس بلان لكلينت لما باجي عمل خطة عمل او بزنس بلان بالانجلش لكلينت. الموضوع بقول له ما ينفعش يبقى البيزنس بلان عشان نقدر نتوقع خصوصا وخاصاتها اللي غير فتحة في مصر. بقول له لو بعمله له سنة. قال لي انت عارفة مريوان انا كنت بعمل البزنس بلان دي قبل صورة خمس سنين وكان عادي جدا. عارف لزا من كنا قادرين نحط بجت او ميزانية او نتوقع مصاريف لمدة طويلة ودلوقتي مش قادرين لان الانفليشن ريت كان الى حد ما كبير متسبت اه كان فيه غلاء وآه كان فيه انفليشن ولكن ما كانش بالمنظر بتاع دلوقتي دلوقتي الارقام بتزيدوا بتوحوا بتيجي بشكل عنيف فالموضوع بقى صعب طب انت قصدك او مران قصدك نفعش نحط بجت يعني لا والله ينفع نحط بجت بهامش وده تاني تعريف معانا تحليل الفرق يعني تحليل الفرق يعني انا مفروض اكون ابدأ احط ميزانية وابدأ اجي كمان ست شهور اشوف الميزانية دي بعد تعمل لنا كنت متخالب قد ايه وادرس الانفليشن وادرس السوق وادرس الحاجات المتوقعة عشان يبدأ يكون عندي وانا بحط الميزانية بعد كده قلبي بيبقى جامد فان انا عارف ان فيه عشرة في المية فوق عشرة في المية تحت يبقى احنا كده كان لان غير دلوقتي في تعريفين يعني budget ويعني variance analysis تلاتة operational budget او ميزانية تشغلية اه يا باش انت بش فتح business اه انا فتح جيم طيب ايه انت فتحه ده انا محتاج تقولي revenues الارادات وال expenses التكاليف بتاعتك اديه عشان نعمل operational budget اوكي وعايزك تعمل لي capital budget يعني capital budget يعني زي ما في operational budget في capital budget اوكي يعني capital budget هو انت مش عندك مكان في الجيم هو المكان ده مش قيمته بتزيد طيب انت كاب تكسب لا انا بكسبش فلوس هو المكان قيمته بتزيد بس انا لازم اعرف ده المكان عندي عارف بس احنا مفروض نشوف capital investments او الاستثمارات في رأس المال عامل ايه هل احنا عندنا capital loss يعني لا مسلا المكان اللي عندنا ده بيخسر او قيمته بتقل او اي مكان ولا احنا عندنا حيطة ارض فبيحصل بنا capital gain اوكي يبا احنا كده كلمنا واتكلمنا في واتكلمنا في واتكلمنا في واتكلمنا في capital budget طبعا مش محتاجة اقول لك خلاص بقى عيب بقى ان في عندنا تكاليف سابتة تكاليف بندفعها كل شهر تكاليف غير مرتبطة بالانتاج لو احنا هنكمل مثال تاني ونتكلم مسلا على مطعم فالاجار سواء انت انتكت ساندويتش او انتكت الف ساندويتش الاجار واحد هو الاجار حاجة بتدفعها كل شهر وزي ما فيه في عندنا او تكاليف متغير دي تكاليف مربوطة بالانتاج لو احنا هنمشي بنفس المثال بتاع المطعم هنقول ان فيه تكاليف مربوطة بالانتاج كل ما انتكت اكتر كل ما اشتريت اكتر او ورق زبدة اكتر وكل ما التكاليف زاد في الحتة دي اهم شيء بقى اهم شيء في السيشن بتاعت النهار ده دي اه بالله عليكي اخي احسب يعني ايه يعني نقطة تساوي يعني النقطة اللي عندها سواء فلوس سواء انت هتعمل بريك ايفن اناليسيس بالفلوس او هتعمل بريك ايفن اناليسيس بالوحدات سواء انت هتعمل نقطة تساوي بالفلوس او نقطة تساوي بالوحدات حضرتك محتاج تقولي انا مفروض ابيع ايه او يخشي ايه عشان اوصل لنقطة ان انا اكون بلغة البلدي او الشعبي مكيت يعني مكيت يعني ايه مكيت يعني ايه مكيت يعني ايه مكيت امران انت عملت يعني النقطة اللي عندها ولا انا كسبان ولا انا خسران وانا صغير كنت قاعد مع واحد من صحاب ابويا وابويا واصدقاء كتير والرجل ده بده اتكلم معي انا كان ايامها لسه يعني عندي اربعتاشر سنة وانسر سنة وانا عندنا على القهوة تحت البيت والرجل بيقولي تعرف مرة الناس دي تجاهوا المية السخنة وبيكسبوا ده كوباية الشاي دي يقف عليه بكام بنص جنيه ربع جنيه عشرين ارش شوية شاي ومية سخنة معلقة سكر وتك تك 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 وشوية الغاز وفضلت انا مقتنع بالغلط ده الغاية تم اتبجت يعني هو لو راجل عايز يحسب بتاعته يجيبكم بيت الشاي بكام ويشوف هو بيبيعه كام واي كسبان لا طبعا البيك ايفن الالسس ده لازم تحسب الفيكسد كوست والفاريبل كوست والديريكت كوست ايه الديريكت كوست دي جديدة علينا دي اه ما هو انت دلوقتي لو حبيع واحدة ما لازم تشوف الوحدة دي تكلفها كام وفي عندك فكسد كوست كام مش مربوطة بالعدد الوحدات وفي عندك فاريبل كوست كام طب ما هو ساني واحدة بس ما الفاريبل دي حتى ما قردها في الديريكت او لا ما هو في جزء فاريبل غير مربوط ارتباط كلي بالديريكت او غير مربوط ارتباط مباشر بالديريكت في حاجات انت بتفتحها مثلا احنا حنتكلم على مساء القهوة في حاجات تفتحها ومش مربوطة بكل كوباية شاي يعني انت من كتر كل شوية بتغير لما طب ما حاجات دي في حاجات تاني تكاليف تاني اه يا انت عايز تجيب التكاليف كلها واشوف انا ببيع كام وكسبان اق ادقى في الوحدة وابدأ احسن طبا ما روان انت ممكن تقول لنا فورم العاملة ازاي لأ روح دور واقعد احسابها لنفسك واحنا ان شاء الله الساشن اللي جاي او الابسة اللي جاي حنتكلم على للشركات الخدمية وشركات الريتيل وكمان شركات التصنيع عشان الحتة دي واحد من اكتر عشر اسباب احنا كاتب ارجامي شايفين بفشر الشركات اوكي يا ما روان ممكن ترجع تاني للبوجتينج او اتفضل احنا كنتكلمنا عن ايه النهاردة تعريف البوجت يعني ايه 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 كوست ويعني ايه كده احنا اخدنا سبع تعريفات فضل لنا ثلاثة احنا مش صحرة مش يعني اللي احنا بنعملو ده في القوة في الاخر فوركاستنج لما تيجي تتكلم على فالبوجت دي حاجة ميزانية متوقعة فلازم يكون عندها طرق للفوركاستنج او يا ما روان مش مشكلة انا حبدأ ابص على اللي حصل زمان وابدأ اتوقع مش دائما عندي الطريقة افرد انت تتفح بزنس جديد ما عندكش اصلا داتا بص عليها افرد انت دلوقتي عندك داتا بس البزنس مو دل تغير افرد انت عندك داتا ولا يا سيدي بزنس مو دل حتغير ولا حاجة بس ظروف السوق مش واضح يبقى الفوركاستنج متربطوش بس بتاريخك تربطو بتاريخك وتربطو بتغير البزنس مو دل وتربطو كذا حاجة عشان تعرف تحط فوركاست محترم اوكي طيب تعريف رقم تسعة روما قبل الاخير الكاش فلو بجت المزنين حلو وانك تقول لي انا حبقى كسبان قد كده وقصان قد كده جميلة بس انا شفت كمية سمول بزنس خاصة في مجال الفودان بيفرج بتقفل مش بسبب الربح والخسارة بسبب الكاش فلو هو معوش فلوس يدفع الالتزامات اللي عليه ليه فلوس والدنيا جاية وتمامه ما عندوش حتة الكاش فلو مانجبنت زي ما بتعمل بجت اعمل كاش فلو بجت عشان يبقى عارفين الفلوس هتخش امتى وحتطلع امتى عشان ما يبقاش ليك فلوس وبرضو تبقى مفلس واخر التعريف معانا هو زيرو بجتينج او ان انت بتبدأ تعمل بجت ما تربطهاش باي حاجة تاريخية ولكن تبدأ تكون ماشي باند باند بتعمله جاستي فيكيشن او تسبيب يعني اه الرجل ده ايه سبب الباند ده والسبب ده هيجي ازاي ببساطة دول عشرة مفروض يكونوا معنا قبل ما نبدأ نخش نشمر كده ونبدأ نخش على أو نبدأ نخش على زي ما غطينا نبدأ نكلم على طيب كانوا سؤال واحد هل كده احنا خلاصنا لأ حيبقى فيه تانية بس مستنين اسألتكو عشان نبدأ نشوف هنغطي جوز ايه لكن كده كده للامر بقية يعني طيب هنخش على من القبس اللي جاية لأ لسه المرة الجاية هنتكلم على اسباب فشل البودجت اللي هي شوية او شوية اعتقادات خاطئة في الدماغن ما تساش نحن بنزل كونتت مختلف تماما على فيسبوك ولنكت ان ويوتيوب وتيك توك روح اعمل انا فاله هناك لو الكونتت عجبك شيره ما حد يكون فيه اشوفكم على خير وداعم بتتطوره اشتركوا في القناة